ترجمة نانسي قنقر كلنا نعرف أن هذه نار لكن تعرفوا من هذا؟ هذا أول من أشعل النار رجل من العصر الحجرية الأول قبل مليون عام يزيد الرقم أو ينقص؟ ليس موضوعنا لو أفكر أقول هذا الرجل قدم خدمة كبيرة جداً هذا الرجل ظلت النار مصدر الإضاءة الوحيد لعصور طويلة لليوم نحن نشعل النار بالفعل يستاهل جائزة محترمة نوبل مثلاً لكن تعرفوا ما حصله؟ هذا الرجل لما أشعل النار بقية رجال العصر الحجري وأناس الكاف قاموا بنفيه لأنه أتى بحاجة جديدة غير معروفة لو اليوم واحد يشعل النار هل بننفيه؟ بالطبع لا لأن نحن تأقلمنا مع النار وصارت جزء مهم من حياتنا خلونا بنعصر الحجري وخلونا في مثال حية اليوم من واقعنا أركب التكسي أو السيناريو الطبيعي لما واحد يركب التكسي يكلمه عن المكان يوصله إلى المكان المطلوب ينزل يدفع الحساب أنا لا تواجهني أمور إضافية أواجه واحد فضولي يقول قتلت نفسك هذا الصدق لا تركيبة كيف تغسله كيف ترقد؟ وواجه واحد ساخر متهكم يقول أنت دارناك في اليمن أنت شكك كنت عايش في الخارج أهو ما بش حق للحلاقة واحد ثالث يهاجمني مباشرة هذا تشبه باليود والنصارى استحي على نفسك هم با يمسكوك ويحلقوك يقول لي من يمسكوك يحلقوك؟ يقول يمسكوك؟ يربطوك ويحلقوك يقول لي من هم؟ يقول لي الناس لما كنت جهز الكلام اليوم لفت انتباهي السؤال كان يسأله أي شخص مقدم على خطوة جديدة في حياته السؤال كان ما هي الصعوبات والمعوقات التي واجهتك للوصول إلى حلمك أو لتحقيق هدفك في الحقيقة ما لفت انتباهي ليس السؤال لفتت انتباهي الإجابة المشتركة المجتمع نحن ممكن نقول ليس المجتمع مقاومة المجتمع لأي فكرة جديدة خارجة عن نطاق المألوف والنمط المعتاد يقول واحد ما لهذا ليس كلهم لكن لازم نوضح الفكرة كلنا نعرف أن الأمثال الشعبية لأي مجتمع تعكس طريقة تفكير أبنائه دعونا نشوف الأمثال الشعبية عندنا المثال الأول إذا دخلت بلاد العوران اعبر عينك معاهم المثال الثاني جني تعرفه ولا انسي ما تعرفه ومثال ثالث كل ما يعجبك كل بس ما يعجب الناس يعني أنت لا تكون أنت إلا من تحت جلدك من خارج جلدك حق الناس مثال رابع بين أخوتك مخطئ ولا وحدك مصيب كلنا نعرف هذا الأمثال كلنا عرفنا أنها بالفعل فيها دعوة إلى النمطية وعدم الخروج عن المألوف يقول واحد وصارت هذه ثقافتنا يقول واحد أيها هذه ثقافتنا هذه حضارتنا ماذا تغيرها؟ يقول لي لا أنا ليس أغيرها هل تشتي حضارتنا وأصلنا؟ نحن أصلنا مجتمع مرن ودلي في ذلك أننا كنا أسرع مجتمع تناقل الإسلام حين وصلنا إلى بسارة محمد صلى الله عليه وسلم بل وساهمنا في نشره عرفنا بالفعل أن نواقعنا يقاوم على الأشياء الجديدة وصارت صورة الفرد عندنا الصورة المثالية للفرد هو الذي يسير المدرسة منذ الطفولة يأكل و يشرب و يلعب عندما يتخرج من المدرسة معدله في المدرسة يحدد تخصى الجامعي يدرس جامعة و يتخرج من الجامعة يبحث عن وظيفة و يتزوج و يجب الأطفال الذين يشتونهم و يمشون مثله هذا الفرد المثالي عندنا في الحقيقة فرد عادي جداً لا يقدم شيء جديد لكن هذا الواقع صعب هل نخضى على هذا الواقع هل نخضى على هذا الواقع خوفاً من مواجهة المجتمع لا و ألف لا صح على المجتمع و الناس أنهم يدركوا أنه للوصول إلى حلم المجتمع لا بد من تحقيق حلم الفرد و على الفرد أيضاً أن يدرك أنه السبيل الوحيد لتحقيق حلم المجتمع و الوصول إلى حلم المجتمع صح الواقع صعب لكن عمر الإنجاز ما يكون إنجاز إلا لو ما يكون الطريق صعبة و نحن لدينا أمثلة كثيرة للعظماء أينشتاين مثلاً طرد من المدرسة بحجة الغباء و نعرف من أينشتاين اليوم عباس العقاد و الكثير الكثير و لازم ندرك أنه وراء كل عظيم انتصار على واقع مؤلم بدأ في مواجهته منذ الصغر في حياة كل واحد مننا نواجه مواقف نكون فيها أمام خيارين فقط أنا شخصياً في حياتي واجهت معوقات صعوبات كثيرة كانت على سبيل المثال في الأسرة في يوم من الأيام ارتفعت حدة الشجار بين أبي و أمي أمي تقول أنه يجب أن تحفيظ القرآن الكريم هو السبيل إلى خلق شاب مهذب فتاة لطيف و يقول أنا لن أتنازل بدقيقة واحدة من وقت أنس لشيء غير الدراسة المدرسية وأنا في الوسط حائر حائر ليس لأنني ليس داري أي شيء أشتي حائر لأنه لا تفكر يسأل أنس أيش رغبتك؟ أنا كان له اهتماماتي الخاصة أنا كنت أحب أشارك في أي فعالية وأكون مقدم لها لكن لا تفكر فكنت أمام خيارين إن أريد أن أستمر في السير ناحو الشغفي أو أننا أنتظر المنتصر من الشجار هذا يزف إليها الخبر لا إيش يا أخوة مع الأصدقاء كان يقولوا أنا اسم مجنون تعرفوا ليش؟ كنت أحب حاجة اسمها الاختراعات كان يقولوا مجنون فاديناهم كنت أمام خيارين يا أما أنهم يوقفوا انتقاصهم لي وبذلك أن أنا أبطل جناني الذي هم نجهة نظرهم جنان أو أن أنا واصل وأستحمل الثالثة مع المجتمع كان يقولوا أتفشل في حياتك لأنك تتبع رغباتك لكن الحمد الله في الأولى واصلت السير في شغفي وكان هذا سبيلي في بناء ثقتي بنفسي أو لا كنت واقفة اليوم هنا في الثانية تحول لقب المجنون إلى المخترق مع أني لا أفضل السلام ليش؟ لأنه بعد ما شافوا أنه فيه إنجازات وفيه جوائز كثيرة تحققت مركز أول ثاني ثالثي عدة مسابقات حولوا إلى لقب ثاني في الثالثة ما فشلش في حياتي بالعكس أنا سعيد وعايش مع أصحابي والناس الذين يحبهم وأشتغل وأدرس وأعتمد على نفسي هذه الخيارات والخيارات القادمة كانت ولم تكن إلا في سبيل الوصول إلى حلمي في الحياة الطريق هذا ليس سهل صعب شائك مليء بالعوائق فيه ستشعر بالألم بالخوف بالوحدة لكن الثمن رخيص مشغالي في سبيل أنك تمتلك نفسك في سبيل أن تمتلك دائرة اسمها العالم هذا العالم الذي هو أنا بالنسبة لي وأنت وأنتي بالنسبة لكما في هذا الحياة كل شيء عانى وهو صغير الجبل الكبير كان حفنة من التراب عانت من الرياح الشجرة العملاقة عانت من صلابة التربة لما كانت بذرة كلنا عانينا وحنا صغار كم مرة وقعنا حتى تعلمنا المشي كم مرة انت لأت وجوهنا بالطعام حتى تعلمنا الأكل كم مرة تلعثمنا حتى تعلمنا الكلام فيه ناس اكتفوا بهذا التحديات وسيكتفوا وما تعلموا منها من مهارات كالمشي والكلام والأكل وفيه ناس يحملوا هم التغيير وتعلموا من طفولتهم أنه ما يستسلمش الواقع لأنه نبدأ صغاراً وصغاراً نغير العالم شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة